موسيقى عايش صليبة دويهة للرسم ومن الرسم لأنه عملياً ما عمل شغلة تانية بحياته وأخدها كمورود رزق وترك بعد غيابه وترك وراه تراث ضخم من الأعمال الفنية الموزعة بالبنان والخارج وما في شك أنه بعد انتقاله للغرب صار جزء من حركة الفنون العلمي وحجز نفسه ومععد بعيدات المبدعين والخالدين نذر صليبة عيني وفكره وأنامله للمشهد اللبناني اللي بلش دوابانه فيه لما صار يرسم الطبيعة بجبالها وديانها بسماها وشجرها بتيابها وفصولها ولما رسم حيات الضيعة بحيات أهله وجوه الفلاحين والمزارعين والحسان وبيوت التراب وبيوت الأرميد والساحات والسهرات والكنيس والأدرة والأدرة عرف صليبة عرف كيف يفتش عن خصوصيته ولوقها بطريقة تصاعدية لما راح يتجاوز المرحلة الكلاسيكية للمرحلة الأمت الباعية والمرحلة المخضرمة وتأكدت بقوي أكتر لما ارتمع بأحضان التجريد الشاسعة مثل الضو وعرف صليبة كيف يعانق التراث بحروفه باللغة السريانية يلي بقيد وراه مثل صف طويل من الرهبان مبلش بزمانه وبينتهي بأزمني ضايع بالتاريخ كما عرف كيف يعانق التراث بجدرانياته وبي زجاجياته يلي مدت جسر بين الأنا والجماعة بين الغابر والحاضر بين الكنيسة وشعبة بين الأرض والروح حتى لما بتعت صليبة عن لبنان ما بطل دوابانه بالمشهد اللبناني وهو عم بيمشي حتى طريقه نحو التجريد المطلق بصفاء الألوان المشعبة اللي عطول كان دائم البحث والتفتيش عنها لما صار صليبة نور في سنة الأربعة وتسعين كان مضى عمر هو ويفتش عم منابع الضو بيشرقه بيلبنانه بيفجره بيغروه بيبصره وببصيرته وبيروحه وهي الضوء بيشعر اليوم من كل أعماله بتجربته الغنية يعني اللي ربطت وطنه لأم لبنان وربطت أهدي بالعالميه كتار كتار قالوا كلمتون وبعده أنا بشغلي خاص أخد ناحية هي رسائله رسائله حتى يعني برهن إنه من خلال خاط هالرسائل اللي ما نقطع إنه عطول عطول كان فيه ألم حد الريشة بعد أربعين خمسة وأربعين سنة غربة وبتعيد عن لبنان دل متمكن من اللغة العربية رسائل يعني بيتضفق من الحنيب للوطن اللهم مدل ما بيتضفق من لوحاته وبتشهد هالرسائل على مقدرته بالتعبير لدرجة بتقول إنه معه إنه ولا فنان لبناني آخر قدري ضحي عيني من هالرسائل هي رسائله ل اللي كان يسميه جار العطيء الأستاذ أديب زعدار اللي حفظ له صليبة كل حياته جميل اعترافه المبكر فيه ومسرعته لأقتناء عدد من لوحاته هو وعدد من المتنورين اللي صغرته ووجهت عبر إزيعة آدم دعوة لأهدين حتى تكرمه و ولائقت هالدعوة على ما يبدو استحسان ببناشعي وكلفني النائب اسلامين فرنجيجي بأنه انقلوا هالرغبة فاستعمت بصديقي الدكتور أنتوان ضوائه اللي كان بعضه مقيم بباريس وبشايق وسامير حتى حملولو رغبتنا غرهب كموقف الفنان صلي بالدويه لكن سلبا ولا إيجابا ظل معلق على حبال الحيرة وما في شيء وضع حد لها الحيرة يعني بالـ 91 إلا وفاته سنة الـ 94 أنا بعتبر أنه هالسنة يعني يلي أعلنتها بلديت أصغرتها أهدين سنة صليبة الدويهة بالنسبة لأهله أحافظ حتى يعني جدد سعيه ورقدة ورا مكتيبه وما أولاده يعني يلي بتبرهن عن مقدرته التعبيرية الملفتة بالألم وحتى برهن أنه صليبة الدويهة فنان معروف إنما أديب مجهود وما في شك أنه هالمسعة بعد بدو استكمال وصليبة الدويهة عظيم من عظمائنا ومشتركوا في القناة ومشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر